مرحب بحضراتكم مرة تانية وزي ما حضراتكم متعودين بنبدأ دلوقتي فقرتنا والصحفية مبعد رحلة صحفية نحلل فيها أهم ما جاء في منشطات وعناوين الصحف لهذا اليوم وهذا الأسبوع ليشرفني وينورني يكون معايا في الستوديو كاتب الصحفي أستاذ إبراهيم طهس وحا خير يا فن صباح الخير على حضرتك وعيد حب سعيد على كل المصريين ويا رب دايما نفضل في الحب والسعادة والسلام في العالم كله إن شاء الله وعلى حضرتك وعلى كل المشاهدين بإذن الله خلينا نبدأ مع بعض رحلتنا الصحفية بخبر من المصري اليوم بعنوان الرئيس السيسي نفتتح صفحة جديدة مع تركيا وأتطلع لتلبية دعوة أردوغان لزيارة أنقر رحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظير التركي رجل طيب أردوغان والوفد المرافق له في أول زيارة له في مصر منذ أكثر من عشرة سنوات مضيفا نفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مصاريها الصحيح وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر مشترك مع نظير التركي أؤكد اعتزازنا وتقدرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا موضحا ما يهمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة هنا محتاجة أسأل حضرتك عن أهمية العلاقات المصرية التركية طيب هي في البداية بس عايزة أضح نقطة طالما الإدارة السياسية عندنا قالت أن احنا بنفتح صفحة جديدة فهي نقطة من أول سطر خلاص كل الماضي يعتبر انتهى تماما طالما الإدارة السياسية عندنا هي وضحت وقالت أن احنا دخلنا صفحة جديدة المرحلة دلوقتي تتطلب تحالفات جديدة في التوازن للعالم كله النهاردة مصر بتشتغل على فكرة التحالفات دي وبنشوفها النهاردة مع تركيا بشكل واضح شفناها قبل كده مع روسيا وهتشوفها كمان مع دول تانية في الفترة الجاية لأن المعطيات العالمية كلها دلوقتي أصبحت فيه تغيرات شديدة جدا شفنا الصراع اللي موجود فيه فلسطين يتطلب مننا أن يكون عندنا تحالفات وتوازينات دولية قوية وجديدة إذا كان فيه فترة من الفترات فيه خلاف مع تركيا فالنهاردة احنا بنفتح صفحة جديدة لأن عندنا قرس كبير جدا من العلاقات الشعبية والإنسانية والسياسية والتاريخية مبني على سنوات طويلة جدا وزمن طويل جدا مع تركيا فالنهاردة فتحت الصفحة جديدة أهمية الزيارة هي زيارة مهمة جدا للبلدين وللمنطقة خلي بالحضرتك أن مصر ركيزة كبيرة جدا في المنطقة ونفس الحال تركيا الدولتين يعتبروا دولتين مؤسرتين جدا في شكل العلاقات في المنطقة أتمنى في الفترة الجاية أن التوازن السياسي في المنطقة وقوة السياسية في المنطقة تكون أكثر استجابة للرؤية المصرية والرؤية التركية ده أتمنى في الفترة الجاية خلينا ناخد الرد التركي على هذه الزيارة في الخبر الثاني معنا من جريدة الشروق أردغان عزمون على التنصيق والتعاون مع مصر في كل القضايا العالمية قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناولت الأوضاع في كل من ليبيا والصومال والسودان وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أنهما أكد الحرص على وحدة أراضي الدول الثلاثة وأمنها واستقرارها وأكد عزم بلاده على التنصيق والتعاون مع مصر في تباحث كل المسائل والقضايا العالمية مختتما أجدد شكري الخالص للرئيس السيسي وأتمنى أن تكون الزيارة وسيلة خير البلدين ومنطقتنا والعالم برمده أنا عايزة أسأل حضرتك ليه الثلاثة دول دي بالذات؟ وإيه سبب اهتمام الجانب المصري والتركي بأمن وسلامة هذه الثلاثة دول؟ قبل ما أبدأ بس بالإجابة على السؤال ده هاخد جملة واحدة من الخبر وأقول أن الزيارة هي وسيلة خير وسلام للدول كلها فعلا إذا كانت دي أمنية الرئيس التركي فهي ده كمان أمنية الشعب المصري وأمنية شعوب المنطقة كلها مصر قبل كده حددت خط أحمر في ليبيا وخط أحمر كان واضح وصريح جدا في الصراع الليبي وأنهى سنوات من الخلافات جوة الدولة الليبية نفسها لأن كان في قوة دولية إقليمية بتغزي الصراع ده لكن مصر تلعت وقالت أن ليبيا خط أحمر وانتهى الموقف عند هذا الحد النهاردة القوة الدولية دي نفسها هي اللي بتغير كلامها وبترجع لكلامها للطريق الصحيح اللي هو الطريق اللي رسمته مصر في وقت من الأوقات إذا كان الصراع في ليبيا والسودان تحديدا هم الأقصر تأثيرا على الأمن القوم المصري فإحنا جمعا نقدر نقول أن الصومال كمان تأثيرها كبير جدا لأن هي بوابة للبحر الأحمر فالنهاردة تلات دول مؤثرة تماما في الأمن القومي للمنطقة وللأمن القومي المصري لكن إحنا هنستفيد إيه بالتعاون مع تركيا في الشأن ده وفي التنصيق الدولي على مستوى القضايا الدولية النهاردة تبتكلمي على أن تركيا هي أصبحت زراع قوي جدا للسيطرة في أفريقيا فإحنا لازم نكون متعاونين معها بشكل قوي القضايا الأفريقية هي قضايا تهمنا لأننا كمان بالأساس إحنا دولة أفريقية والمجال الأفريقي هو مجال يهمنا وأتمنى أن الزيارة في مفهومها الشامل تكون لصالح مصر لأن النهاردة مصر شايفين قد إيه الصراعات حواليها يعني لو شفنا فلسطين من جانب شفنا ليبيا من جانب شفنا السودان من جانب شفنا كمان صراعات في البحر اليمن في البحر الأحمر اللي شفناها في اليمن وفي الصومال وشفنا كمان في أسيوبيا وتركيا أعتقد أن لها دراع كبير جدا في أسيوبيا كل الخريطة دي حلها عند مصر وعند تركيا فأتمنى الفترة الجاية تكون بتحمل مضامين أكتر سلام وأكتر وقام وأكتر للعمل لصالح الإنسانية خلينا حضرتك يعني عشر سنوات من القطيعة أو بلاش نقول القطيعة يمكن التوتر السياسي التوتر الدبلوماسي الزيارة في الوقت ده إيه دلالتها يعني إيه دلالة الزيارة في الوقت ده اللي التركيا بتواجه فيه وقت حساس سياسيا ومصر بتواجه فيه وقت حساس جيو سياسيا في البلاد المحيطة بها خلي بالحضرتك إحنا كمان مش بس فترة القطيعة لو حضرتك يعني سمتيها قطيعة يعني هي كانت توطر سياسي توطر سياسي وكان حتى على المستوى الشعبي فيه تبادل زيارات بشكل كبير جدا والسياحة كانت قائمة بين الدولتين وبشكل عادي جدا لكن إذا كان فيه فترة من الفترات نقدر نقول إن تركيا تبنت وجهة نظر بعض الخارجين على القانون وده أو الجامعات الخارجة على القانون ده نقدر نسميها بالمسمى ده فهي النهاردة رجعت للطريق الصحيح إحنا اللي يهمنا إنها فتحت صفحة جديدة رجعت للطريق الصحيح إن فيه تبادل تجاري إن فيه تحالف سياسي جديد إن فيه إمكانية للتعاون ما بيننا سواء سياسي واقتصادي أو حتى على المستوى الشعبي والمستوى المجتمع ده مهم جدا لأن أنت لما بتشتغلي في أجواء نقية أجواء فيها خير فيها سلام أنت بتقدر تستثمري في كل المقدرات عندك في البلد النهاردة تركيا كمان بتقول إنها تدخل باستثمارات جديدة أكتر من الاستثمارات اللي هي موجودة فعليا بتقول إنها هتضخ حوالي 3 مليار دولار فده رقم كبير جدا ورقم يهمنا على البستوى الاقتصادي إحنا خلاص فتحنا صفحة جديدة مش هنفتح الخلافات ولا هنتكلم على الخلافات آه لنا حقوق عندها ولنا قتاب عليها بتزبط ولنا مجرمين هناك محتاجينهم صحيح لنا مجرمين هناك محتاجينهم ومحتاجين إنهم يتعاقبوا بالقانون وده حقنا وحق أولادنا وحق الدم المصري اللي تم إهداره على إيه دي المجرمين اللي موقودين هناك لكن ده كله النهاردة نقطة من أول السطر مع فتح صفحة جديدة خلاص الإدارة السياسية عندنا التزمت وقالت إن إحنا بدأنا نفتح صفحة جديدة فالكل خلاص لازم يلتزم ولازم يكون في نفس الصياق مع فتح صفحة جديدة جيدا خليني أتنقل مع حضرتك للخبر لمعينة دلوقتي من اليوم السابع رئيس البرازيل يصل القاهرة في جولة تشمل مصر وأثيوبيا استقبل مطار القاهرة الدولي لولا دا سيلفا رئيس البرازيل في زيارة رسمية للقاهرة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين ويزور مقر جامعة الدول العربية وذلك خلال جولة إفريقية تشمل مصر وأثيوبيا في الفترة من الرابع عشر إلى الثامن عشر من فبراير لتعزيز الأجندة الدولية للبرازيل مع الدول الإفريقية سعيا إلى توسيع التحالفات من خلال أجندة جنوبية مشترقة مؤيدة للعالمين هنا محتاجة أسأل حضرتك عن يمكن في الفترة الأخيرة شفنا الاهتمام القيادة المصرية أو الاهتمام المصري الخالص بتقوية العلاقات الثنائية أو تقوية العلاقات المصرية الدولية من أين هأتي هذا الاهتمام أو لماذا هذا التركيز مع جانب تقوية العلاقات المصرية الدولية طيب لو ربطنا الخبر دا بالخبر اللي قبله هنقول لهم عنوان كده يا أهلا بالحباية خلاص مصر النهاردة بتستقبل الحبايب والرئيس البرازيلي كمان لو اتكلمنا على الزيارة وأنا شايف أنها زيارة مهمة جدا وزيارة في توقيت مثالي كمان الزيارة مهمة لأن احنا محتاجين البرازيل في بناء تحالفات سياسية جديدة محتاجين البرازيل في بناء شكل بالتعاون الاقتصادي القوي والواضح ممكن لو أنا قاعد في البيت وبتفرج على الحلقة أول حاجة تيف بالي أنا هيفدني بإيه كدولة أو هيفدني بإيه كمصر هذا النوع من التحالفات السياسية كنت جايل حضرتك في الكلام أولا البرازيل أعلنت أنها بتفتح قط طيران جديد بينها وبين مصر وده بيزود السياحة عندنا وبيزود كمان فكرة الاستثمارات اللي احنا كلنا بنتطلع أنها تزيد في مصر بشكل كبير ده رقم واحد رقم اثنين أن التعاون في المجال الزراعي وتبادل السلع الغذائية هيبقى أكتر رحابة وأكتر مساحة في التعاون في الفترة الجاية كمان عرفنا أن فيه تبادل احنا خاصة أن تعرفت شعب المصري احنا داخلين على رمضان في الأيام الجاية صحيح كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة وحضرتكم طيب فرمضان الشعب المصري هو شعب أكول جدا فالأكل ده مهم جدا للشعب المصري هو فطرة العزومات زي ما حيك قلت أهلا بالحبائيب نحن بنجمع الحبائيب ونجمع القرائب فدائما بيبقى فيه استهلاك زيادة فاحنا عندنا استهلاك زيادة في اللحوم مثلا ده البرازيل تعتبر سوق بالنسبة لنا مثالي جدا لاستقطاب اللحوم من البرازيل لكن البرازيل كمان هي النقطة الأهم كمان هي عضو أساسي فيه البريكس ومصر لسه منضم مقديد أو حديثا للبريكس ده مهم جدا لزيادة الترابط بين الدول أعضاء التحالف وأنا يعني شايف أن الزيارة هي هامة جدا وطوقتها كمان مثالي لأن مصر بتسعى لإقامة تحالفات جديدة مصر بتسعى لاستقطاب استثمارات تجارية واقتصادية أجنبية على شكل أقصر قوة وأقصر جذبا ده مصر يعني ده من ضمن الأهداف الرئيسية عندها في الفترة دي فشايف أن الزيارة مثالية جدا زائد كمان من ننساش أبدا أن البرازيل عندها يد طولة في أفريقيا وبشكل ممتد على كل أفريقيا يعني علاقاتها مع الدول الأفريقية علاقات قوية جدا والبرازيل رفض الزيارة مع مصر بزيارة مع أسيوبيا فنتطلع أن يكون فيه ود أكتر في العلاقات بين الدول في الفترة الجاية إن شاء الله تبقى بداية خيرة للبلدين زي لسه ما كنا بنقول على العلاقات المصرية التركية خلينا اتنين مع حضرتك لخبر معينا دلوقتي من الوطن مدبولي يوجه بخطة متكملة لزيادة زراعات الزرة وفول السوية لتوفير الأعلاف عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف توفر الأعلاف ووضح خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف للاستفاد به وقت الأزمات في إحداث توازن الأسواق وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمدبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف تلبية للإحتياجات والمتطلبات لافتن إلى ما يتم بدل من جهود للتعامل مع مشكلة النقص في كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسمك مؤكدا ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمر ليكون لدينا قدرة على إحداث توازن في الأسواق حالة حدوث أي أزم عايزة نعرف إيه الترابط ما بين الحاكرين يعني طوافر الأعلاف والأزمات اللي بتحصل في السوق إيه العلاقة ما بينهم ونتكلم عن جهود الدولة في توفير الأعلاف طيب أنا يعني في وزارة الزراعة تحديدا وهي مرتبطة كمان بوزارة الرأي لأن الوزارتين لازم يكملوا بعضهم في إنتاج الزراعي لكن وزارة الزراعة دورها أهم جدا في إحداث التوازنات في الزراعات وإحتياجات السوق المحلي المجهود اللي بتبذله الوزارة بشكل كامل الوزارة نفسها يعني بشكل كامل ده مجهود عظيم جدا وكلنا كشعب بنلمس ده وبنقدره لكن احنا محتاجين في الفترة الجاية زيادة أكبر من الأراضي المزروعة واستصلاح أراضي جديدة كمان لأن احنا شفنا بعض المواطنين أهضروا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة جدا بالبناء على الأراضي الزراعية وده أهضر علينا مساحات كبيرة جدا خلت الإنتاج الزراعي عندنا يقل لكن محتاجين زيادة المساحات المزروعة في الفترة الجاية واستصلاح الزراعات الجديدة لو ربطنا السوق بين الأعلاف صناعة الأعلاف فهي صناعة قائمة بحد ذاتها وصناعة فيها استثمارات ضخمة جدا لكن احنا هي كمان بتغذي سوق المواشي سوق الدواجن لأن ده مهم جدا للشعب المصري أن توفر اللحوم توفر الأسماك توفر الدواجن ده مهم جدا للشعب المصري هل ده جاي من ناحية أنه الأسعار دلوقتي عالية شوية عن اللي احنا متعودين عليه أنه بالفترة قريبة جدا كان كيلو اللحمة أكتر من 400 جنيه كانت الدواجن بعض أسعار الدواجن تخطط المية وخمسين والمتين جنيه وده طبعا كان برضو على سوق الأسماك فهل هذا التوفير في الأعلاف أو أن احنا نوفر أعلاف بشكل كبير هل هيؤثر على توفر كميات مناسبة وبالتالي أن الأسعار تقل؟ أنا مع حضرتك جدا في الكلام اللي حديك قلته لكن كمان عندنا نقطة مهمة جدا أن فترة من الفترات كان استراد الأعلاف بيستهلك كم كبير جدا من العملة الصعبة وإحنا محتاجين العملة الصعبة إحنا محتاجين أن سوق الأعلاف يكون سوق محلي بشكل أكبر يعني ويكون الانتاج المحلي بيغطي احتياجات السوق الفكرة الثانية كمان أن التجار كمان لازم والمستثمرين يسعوا أنهم يشتغلوا في تصنيع الأعلاف لأن ده هيخدم السوق وهيقلل الأسعار زي ما احنا شفنا كلنا كل البيوت عانت من ارتفاع الأسعار في الفترة اللي فاتت وشفنا جشع التجار أو بعض التجار تحديدا أدى إلى ارتفاع بعض السرع بشكل مبالغ فيه تماما لكن الفكرة في حد ذاتها أن الدولة تهتم بسوق الأعلاف هي فكرة جيدة تماما وبمقدرها وأتمنى كمان أن رجال الأعمال يكونوا في نفس المستوى ويمدوا ديهم بالخير للدولة ويشتغلوا في احتياجات السوق بشكل صحيح يعني لسه شايفين فرص استثماري زي ما حدرتك تتكلم في سوق الأعلاف أن احنا نقدر نوطن الصناعة ونقدر نخليها مثمرة أكتر على الجانب كمان الزراعي والحيوان خلي بالحضرتك أن عملية توطين الصناعة ده بيعود علينا كلنا قمصريين سواء بفرص عمل سواء بمعالجة ارتفاع الأسعار وأنها تنزل وتبقى في المستوى المواطن العادي لكن ان احنا شفنا تفراط في الأسعار بشكل سخيف جدا خلى المصريين في حالة من السخط الشديد جدا على التجار أتمنى أن التجار والمستثمرين يرجعوا نفسهم ويحاولوا توطين الصناعات ويقللوا كمان من التكلفة صحيح خليني أتنقل مع حضرتك للخبر اللي معينا دلوقتي من جريدة الأهرام فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين أعلى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن دولة فلسطين دعت إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أي اليوم الخميس وأضاف السفير العكلوك في تصريح له اليوم أن هذه الدعوة تأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء تظاهر الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوك في قطاع غزة عموما ومدينة رفح ومخيماتها بوجه خاص وتكدس أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني قصرا في مدينة رفح وتحذيرا من الخطط والنوايا والممارسات الإسرائيلية التي تندر بارتكاب إسرائيل لجريمة التهجير القصري إلى خارج الحدود الفلسطينية دلوقتي فلسطين بتدعو لعقد دورة غير عادية وغير معتادة للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين ماذا نتوقع من هذه الدورة؟ يعني مش عايزة أبقى بتكلم بشوية إحباط أو بشوية ألم لكن على مدار خمس شهور مع بداية الشهر الخامس ما شفناش أي رد فعل حقيقي حتى بعد إدانات محكمة العدل الدولية إسرائيل على الجانب الآخر بتقصف رفح وتهدد بقصف مستشفيات وتهدد بقصف عنيف وقصف رسمي لرفح الفلسطيني ماذا نتوقع من هذه الجلسة أو ماذا تأمل فلسطين من هذه الجلسة؟ أنا مش متوقع خير أبدا من الجلسة دي ولا كل الجلسات لأننا شفنا حتى مجلس الأمن شفنا حقيقات دولية قبرى اجتمعت ما شفناش حاجة هزت إسرائيلي يعني اللي يقدر يهز إسرائيل دلوقتي أن تدخلي في اتفاقات جدة جدا على أرض الواقع وهو المصاري المصري اللي شغال فيه أن فيه اتفاقية تحصل سواء للصلحة أو لإقامة الدولتين أو لتبادل الأصل ده الكلام الجد الحقيقي اللي نقدر نتكلم فيه لكن كل الجلسات المكلمة اللي نقدر نسميها مكلمة بشكل واضح ما استفدش منها الشعب الفلسطيني بشكل كبير جدا لكن اللي بيحصل النهاردة هو إبادة للشعب الفلسطيني المجتمع الدولي كله مدان بسببه المجتمع الدولي كله تناسى تماما إنسانيته وغض البصر عن اللي بيحصل فيه فلسطين لصالح إسرائيل وده كرسة كبيرة جدا الإنسانية نفسها محتاجة أو العالم كله محتاج أنه يغير مفاهيمه محتاج أنه يغير الأليات اللي بيتعامل بيها مع القضايا المشابهة لقضية فلسطين قضية فلسطين لازم تتحل والحل كمان لازم يكون من الداخل الفلسطيني لأن الداخل الفلسطيني أنا واحد من الناس شايف أن استمرارية حماس على سيطرة في غزة هو كرسة من الكوارث الكبيرة جدا ده رأيي وقناعاتي الشخصية لكن لو إحنا نتكلم بشكل قانوني ففي حق أن أنا أرد على المحتلة أو فيه قانون بيدعم أنه هو حق الدفاع عن النفس ضد المحتلة هو الدولتين استخدموا قانون الغيب الدولتين استخدموا قانون الغيب ما يستدعي أن تعمل الصراع اللي وصلنا لي ولا ما يستدعي أن نوصل للخسائر البشرية اللي هائلة اللي شفناها عدد الشهداء أعداد ضخمة جداً عدد المصابين أعداد هو رد عسكري هستيري من الجانب الإسرائيلي يعني لحفظ قرامته ولرد قرامته أو لأي أن كان للتعائل يريد أنه أساساً عنده قرامة هو ما عندهش قرامة أساساً يعني ده لو تكلمنا بشكل تم يعني ده أنت قاعد في أرض مش بتاعك ده أنت مختصب للأرض يعني لكن الفكرة الأساسية أن المكلمة دي مش هتجيب نتيجة مش هتجيب حل الحل الأساسي أن نمشي في المصار اللي مصر بتتكلم فيه أن احنا يحصل تبادل أسرع يحصل إقامة دولتين ويحصل حل شامل للصراع والنزيع لكن هنقعد تبادل بيانات وده بيان وده بيان ده مش حل أبداً ومش نهاية للصراع في الفترة الأخيرة كنا بنشوف مفاوضات مصرية مع وزيرة خارجية الأمريكية مع كبير مستشارين الرئيس الأمريكي جو بايدن ما بين مصر وقطر ومحاولات للوساطة وأن يبقى فيه هدنة جديدة وهدنة أكتر استدامة أو أكتر طولاً إحنا وصلنا لفين في المباحثات يعني المباحثات شوية تبقى على الساحة وشوية تهدأ الأخبار وشوية ترجع على الساحة إحنا دلوقتي يوقفين فين في هذه المباحثات خلي بال حضرتك مش لازم أن الإعلام يبقى عارف كل التفاصيل على المباحثات ديت وعلى التفاصيل النهائية لكن اللي يهمنا في النهاية أن يكون في حل الحل أعتقد أن الدول مصر وقطر وأمريكا وفلسطين نفسها وإسرائيل بيتكلموا على أساس أن الحل وتبادل أسرع وحل للدولتين المرحلة الجاية أكيد هتشهد أن لازم يكون فيه تهدأ لازم يكون فيه حل واضح لأن إسرائيل كمان هي خاسر وخاسر بشكل كبير جدا سواء اقتصاديا سواء عسكريا سواء سياسيا فلازم يكون فيه من عندها بوادر للصلح ووضع بناء جديد للعلاقات بين الدولتين سواء إسرائيل وفلسطين الدولة الفلسطينية كمان عليها مجهود كبير جدا في أنها تكون هي المتصدر للمشهد مش حماس هي المتصدر للمشهد صحيح نحن أكيد نأمل أنه هذه تكون بادرة خير إن شاء الله حتى وإن كانت التوقعات خالف ذلك لكن نأمل أن تكون هذه الجلسة هي بادرة خير وأنه زي ما بنقول دايما في كل حالة أن الله ينزل بردل وسلاما على أهلنا في غزة وفي فلسطين وتنتهي الحرب انتهاء كامل وانتهاء شامل بدون إطلاق لأي رصاصة وبدخول كل مساعدات وبإعادة إعمار وأحياء غزة وكل فلسطين بشكر حضرتك شكرا جزيلا كنت ديفي نورتني وشرفتني كاتب الصحفي أستاذ إبراهيم طه شكرا جزيلا نتنقل مع حضراتكم للفقرة الأخيرة كده تكون انتهت فقرة الصحفية لهذا اليوم فقرتنا الأخيرة بتتكلم عن أهم التحديات اللي بتواجه القطاع الزراعي في مصر وإزاي مصر دايما جهزة إن هي بكل الجهود والتضافر أعمال جميع وزارات وجميع المسؤولين في الدولة علشان نواجه التحديات بداية من كورونا ونهاية بالصراعات الجيوسياسية اللي بتحيط من مصر من كل جانب واللي بتحصل في العالم وبتأثر على القطاع الزراعي هتكون إن شاء الله ضيفة أندرو في الستوديو دكتورة هينم عبدالرحمن الشيخ أستاذ التغذية بمركز البحوث الزراعية لكن بعد الفاصل استمنا